موسيقى رحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الاعدادي في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى الأسئلة الوزارية الخاصة باليونت الثاني للصف السادس الاعدادي من سنة 2014 دور أول وثاني وثالث وخارج القطر يطلب مننا هنا اقتراح نقدم اقتراح خذ التكسي إلى المطار في عبارات الاقتراح هي فيختارنا ونضع علامة فنختار أي عبارة هي صحيحة نلاحظ بأن هنا الأفعال السببية طلب مننا نستخدم الأفعال السببية بما أنه توجد في الجملة فلذلك نختار أما هاد أو غات فعندما تكون أف في الجملة كيف نحل الجملة أول شي نكتب الاسم البعد في بداية الجملة كتبنا وتكون أول حرف وبعدها نزل got بعد ما حولناها إلى الماضي وبعدها نكتب الاسم الذي قبل off متبوع بضمير تملك ناسب الفاعل فالفاعل هو the lady مؤنث إذن نكتب her picture وبعدها الفعل الرئيسي نحول إلى التصريف الثالث يصبح taken فتكون الجملة the lady got her picture taken بما أنه توجد أيضا made من الفعال السببية وmade الفعل يكون اللي بعدها يكون مجرد فلذلك نستخدم فلذلك نختار number four لدينا اختصارات appointment معناها موعد وفتحنا الاختصار وco أيضا company company معناها شركة number five you like exercising so I don't think you will have trouble getting fit expectation يطلب منا التوقع فنكتب الجملة كاملة إلى so كتبناها بالأسفل كاملة إلى so ونحذف I don't think والنزل الفاعل اللي بعد I don't think ننزل اليو نزلنا اليو بالأسفل وبعدها ال will نحذفها ونضع shouldn't ليش وضعنا shouldn't لأنه الجملة من في I don't think فلذلك نضع shouldn't وننزل بقية الجملة have trouble getting fit number six keep your passport in a safe place give an advice يعني أبقي أو أحفظ جوازك في مكان آمن أعطي نصيحة فعبارات النصح هي you should or you shouldn't فنستخدم هنا you should keep your passport in a safe place يجب أن تبقي جوازك في مكان آمن number seven the noise made or had hair look outside فيطلب نختار أما made or had وشو نختار made or had حسب الفعل اللي بعد القوس إذا كان فعل مجرد فنختار made وإذا كان تصريف ثالث فنختار had فالفعل مجرد فلذلك نختار made number eight please put your cigarette you mustn't or must smoke in the hospital رجعا نطفي سيجارتك أنت يجب أن لا تدخن في المستشفى فهنا شيء ممنوع فعندما يكون شيء ممنوع نستخدم mustn't number nine don't leave your keys in the ignition يعني لا تترك مفاتيحك في مكان إيقاد السيارة هذه من الإسقاطات أيضا جاء الدور الثاني 2014 number ten a person who saw or heard something الشخص الذي رأى أو سمع شيء ما فيسمى witness witness الشاهد number eleven they learned a lot in the military هم تعلموا الكثير في الجيش so I don't think they will have trouble getting fit فلدينا هنا expectation يطلب منا التوقع فنكتب الجملة كاملة إلى so كتبناها بالأسفل إلى so بعدها نحذف I don't think وننزل الفاعل بعد I don't think فكتبنا they نزلناها ونحذف وال ونضع shouldn't ليش وضعنا shouldn't لأنه الجملة من فيه بلعلى I don't think عندنا فكتبنا shouldn't وننزل have trouble getting fit number twelve help you with your baggage يعني أساعدك بالحقائب offer يطلب منا أن نقدم عرض يعني بالمساعدة بالحقائب عبارات الأفر تكون ثلاثة هي would you like me too or shall I or I all العباراتين بالبداية تكون استفهامية would you like me to help you with your baggage تكون استفهام هل ترغب بين أساعدك في حقائبك و shall I help you with your baggage أيضا استفهام و number three تكون مو استفهامية جملة مثبتة فنكتب I'll help you with your baggage ونضع dot نقطة number thirteen she had her picture take or taken بما أنه توجد had و had قاعدة تكون بعدها تصريف ثالثة فلذلك نختار taken number fourteen you are driving too fast أنت تسوق يعني جدا سريع you have to أنت يجب عليك or needn't أو لا تحتاج slow down يعني أن تبطئ فطبعا هو أنت عليك أن تبطئ number fifteen فراغ can tell you what type of shoes a thief was wearing يعني يستطيع أن يخبرك ما نوع الحذاء الذي يرتديه اللص فنكتب بالفراغ foot print foot print معناها طبعة الأقدام number sixteen لدينا اختصارات exp معناها experience و years معناها years اختصارها ل years و number seventeen if you commit a crime إذا ارتكبت جريمة the police will arrest you يعني الشرطة سوف تعتقلك فنكتب بالفراغ commit number eighteen don't leave your wallet an attendant on a bus bench يعني لا تترك محفظتك محفظة النقود غير مراقبة على مقعد الباص فنكتب an attendant number nineteen in the military يعني في الجيش you can take a test to become an officer or official يعني في الجيش تستطيع أن تأخذ اختبار كي تصبح ضابط أو موظف فنكتب officer number twenty you must be eighteen years to belong or join the military يعني يجب أن تكون ثمانة عشر عاماً لكي تنضم إلى الجيش فنكتب join number twenty one you have always wanted to fly أنت دائماً تريد الطيران I think you will like the air force أنا أعتقد بأنك تحب يعني القوة الجوية use should or shouldn't to express expectation يعني استخدم should or shouldn't لكي تعبر عن التوقع فنكتب الجملة كاملة إلى النقطة you have always wanted to fly نحذف I think ونكتب الفاعل البعد I think you ننزلها نزلناها بالأسفل ونحذف will وبعدها نكتب should لأنه الجملة مثبتة مو من فيه لأنه I think مثبتة ما بها not فذلك نكتب should وبعدها ننزل بقية الجملة like the air force تصبح you should like the air force number 22 go to the shops before the plane leaves suggestion يعني اذهب إلى المحلات قبل الطائرة أن تغادر يطلب منه أن نقدم اقتراح فإضا عبارات الاقتراحية ثلاثة shall we or let or we could فالعبار الأولى shall we go to the shops before the plane leaves ونضع question mark number 2 let's go to the shop before the plane leaves ونمبر 3 we could go to the shops before the plane leaves number 23 when you get in a car you must or mustn't put on your seat belt يعني حينما تركب في سيارة أنت يجب أو لا يجب أن تضع حزام الأمان فهو أنت يجب أن تضع حزام الأمان to our must you must put on your seat belt number 24 frequent يعني هذه اختصارات وكم computer number 25 meet at 3 in the departure lounge نلتقي في الساعة الثالثة في قاعة المغادرة أو صالة المغادرة suggestion يطلبنا أن نقدم اقتراح بأن نلتقي في الساعة الثالثة في صالة المغادرة فالاقتراح هو تكون عبارة shall we or let or we could shall we meet at 3 in the departure lounge فماكو أي تغيير فقط نضع العبارة أمام الجملة وطبعا إذا كانت استفهمين نضع question mark وإذا كانت جملة مثبتة نضع نقطة number 26 my mother asked somebody to paint the house يعني أمي طلبت من شخص ما أن يصبغ البيت rewrite using the correct form of get or make يعني قعد كتابة الجملة مستخدمين الشكل الصحيح اللي get or make فهنا شو رح يختار الطارب get or make كل واحدة وإلها قاعدتها الخاصة بها فنلاحظ بالجملة إذا كان موجود ask somebody to فإذا كان نختار أما get or had ولكن make إيش وقت نختارها make نختار إذا كان أكو بالجملة because or because of or told to فبالجملة الأعلى توجد لدينا ask somebody to إذا نختار get الآن نريد نعرف الشهور رح نحل الجملة فأول شي نكتب الاسم الأول النزلة كما هو my mother ننزلها وبعدها ننزل get ولكن حولها الماضي تصبح got وبعد ذلك نحذف ask somebody to ونعكس بين الفعل والمفعول به فننزل أول شي the house ننزلها paint نحولها إلى التصرف الثالث تصبح painted فالجملة النهائية تكون my mother got the house painted ننبع 27 he studied hard هو درسه بجد he should or shouldn't pass the exam هو يجب أو لا يجب أن يجتاز الامتحان بما أنه هو درس بجد إذن هو يجب أن يجتاز الامتحان فنكتب شد ننبع 28 a burglar can hide behind trees and bushes يعني الله استطيع أن يختفي خلف الاشجار وشجيرات فنكتب برغلار ننبع 29 this or that is samir isam اللي أكثر أدبا يكون this فنختار this this is samir isam number 30 I'm calling about or because your advert in yesterday's paper يعني أنا أتصل حول إعلانكم في جريدة البارحة فالأكثر قدما تكون about about وليس because about حول إعلانكم number 31 the journey normally takes four hours الرحلة اعتياديا تأخذ يعني أربع ساعات so I think we will get there about six لذلك أنا أعتقد سوف نصل في حوالي السادسة use should or shouldn't for expectation استخدم should or shouldn't للتوقع فنكتب الجملة كاملة إلى so كتبناها بالأسفل إلى so كاملة وبعدها نحذف I think وننزل الفاعل اللي بعد I think نزلنا we كتبناها بالأسفل ونحذف wall ونضع بدل I think نضع should لأنه جملة مثبتة فنضع should وليس shouldn't وننزل بقية الجملة gather about six number 32 I ask the mechanic to check the brakes يعني أنا طلبت من الميكانيكي أن يفحص الفرامل rewrite with the correct form of have or make يطلب مننا أما نستخدم have or make نحظ بأنه have إلى قواعدها وmake إلى قواعدها فبما أنه توجد في الجملة ask the mechanic to ask فنختار إذن have لأنه make إذا وجدنا بالجملة because أو because of أو told to نختارها لكن بما أنه موجودة ذنة ثلاثة إذن نختار have نكتب أول شيء الفاعل النزلة كما هو I بعدها نحذف ask the mechanic to نحذفها ونضع had لأنه حولنا ال half إلى had بالماضي ونعكس بين المفعول به والفعل الرئيسي نقدم المفعول به the brakes والفعل الرئيسي نحاول إلى تصريب ثالث checked تصبح checked نضيف له إيدي لأنه فعل منتظم فالجملة النهائية تكون I had the brakes checked نمبر ثلاثة ثري هيبا needn't or mustn't go to the supermarket today because Dana went yesterday يعني هيبا لا تحتاج أو لا يجب أن تذهب إلى السوبر ماركت إلى الأسواق اليوم إنه دانا ذهبت البارحة فنكتب needn't لا تحتاج يعني ليست ممنوع هنا حتى نختار مصند فهبا لا تحتاج أن تذهب إلى السوبر لأنه دانا ذهبت البارحة فنختار needn't نمبر ثيتي فور لدينا هنا اختصارات 18 years هذا اختصارها ودرايفين لايسنس اختصارها درايفين لايس نمبر ثيتي فايف ماري has so many friends so I think there will be a very big crowd at the party يعني ماري لديها الكثير من الأصدقاء لذلك أنا أعتقد بأنه سوف يكون ازدحام كبير في الحفلة فيطلبنا expectation يعني التوقع فنكتب الجملة كاملة إلى so نزلناها بالأسفل وبعدها نحذف I think وننزل الفاعل بعد I think ننزل there بالأسفل نزلناها بعد so كتبنا there وبعدها نحذف الول الموجودة بالأعلى بعد there نحذفها للول ونضع should لأنه الجملة مثبتة I think مو من فيه فنكتب so there should وننزل بغاية الجملة be a very big crowd at the party number 36 you mustn't or don't have to speak to the driver when the bus is moving it's dangerous هنا الجملة من المعنى هي شيء ممنوع يعني هنا يجب لا تتكلم مع السائق حينما الباس يتحرك إنه يعني من الخطورة فلذلك شيء ممنوع فنختار mustn't number 37 a photographer took her picture وكاتبيننا she وبعدها فراغ rewrite rewrite using the correct form of have فيطلب مننا أن نستخدم have فنلاحظ بأنه في الجملة لدينا her ضمير تملك فمنها اشتقينا الفاعل من ضمير التملك الموجود في الجملة فاشتقينا she وبعدها نكتب had لأنه الhave حوالناها للماضي فكتبنا had وبعد ذلك ننزل her picture نزلناها والفعل الرئيس حوله للتصريف تصبح taken فراح يعيد الخطوة سريعا عدنا بالجملة ضمير تملك اشتقينا مننا الفاعل she لأنه her للبنت مؤنث فاختارينا ضمير فاشتقينا ضمير فاعل وبعدها وبعدها كتبنا had لأنهم كاتبينها بالمنطوق يطلبوا مننا had فكتبنا had وبعدها ننزل her picture والفعل الرئيس حوله التصريف taken she had her picture taken number 38 she got the window fixed or fixed بما أنه توجد got و got قاعدة تكون بعدها تصريف ثالث إذن نختار fixed number 39 you must let people cross the street at a pedestrian crossing يعني أنت يجب أن تدع الناس يعبرون من خطوط العبور pedestrian crossing معنى خطوط العبور number 40 لدينا توصيلات speed limit يعني حدود السرعة crime scene معنى مشهد الجريمة ومتال detektor معنى كاشف المعادن number 41 you mustn't drive without your seat built on أنت يجب أن لا تسوق بدون حزام الأمن فنكتب drive number 42 if you pass the test إذا أنت اجتازت الاختبار you have more responsibility and you investigate or supervise other people وأنت تملك مسؤولية أكبر وتحرى investigate or supervise يعني تشرف على الناس الآخرين فنختار supervise number 43 good morning is that or are you Mr. Hazen يعني الأكثر أداما تكون is that is that Mr. Hazen number 44 they left three hours early هم غادروا قبل ثلاث ساعات مبكرا I think they will be here by now أنا أعتقد هم سوف يكونون هنا الآن expectation يطلب مننا توقع فلذلك ننزل جملة كاملة إلى النقطة نكتب they left three hours early وبعدها نحذف I think وننزل فاعل البعدها they نزلنا بالأسفل ونحذف وال ونضع should لماذا وضعنا should لأنه جملة مثبتة موما فيه فلذلك نكتب should وننزل بقية جملة be here by now they should be here by now number 45 you must or need to go to the store today there is plenty of food in the fridge يعني أنت يجب أو لا تحتاج أن تذهب إلى المخزن مخزن يعني الفوك والخضروات اليوم there is plenty of food هناك الكثير من الطعام in the fridge في الثلاجة بذلك لا نحتاج أن نذهب إلى المخزن لأنه يوجد الكثير من الطعام في الثلاجة number 46 yes I would what's a good time or when do I come الأكثر أدبا من هذه الجملة نعم أنا أرغب ياله من وقت جيد أو متى أأتي فالأكثر أدبا what's a good time number 47 the land force يعني القوة البرية the navy and air force يعني القوة الجوية والبحرية are all branches or types of the military يعني هي أفروع من الجيش فنختار branches number 48 this is a new computer هذا كمبيوتر جديد so I think it's faster than the other one ذلك أنا أعتقد هو أسرع من الآخر expectation use should يعني التوقع استخدم should فنكتب الجملة كاملة إلى so كتبناها بالأسفل وبعدها نحذف I think ونكتب الفاعل اللي بعد I think وبعد ما حذفنا I think وكتبنا الفاعل الآن نكتب should لأنه الجملة مثبتة وليست من فيها ما بها not I think فنكتب should وبعدها is نحوله إلى b وننزل بقية الجملة فتصبح الجملة so it should be faster than the other one number 49 he asked somebody to cut his hair هو طلبه من شخص ما بأن يقص شعر rewrite using the correct form of get يعني أعتقد كتابة الجملة مستخدمين get بما أنه توجد ask somebody to إذن ننزل الفاعل نفسه ننزل بالأسفل ونحذف ask somebody to ونضع بدلها got لأنه نحول get إلى الماضي تصبح got ونعكس بين المفعول به والفعل فننزل his hair وبعدها cut نحولها تصريف ثالث تصبح cut لأنه cut نفسها بالتصريف الثالث أيضا cut فتصبح جملة he got his hair cut number 50 help your friend with his baggage أفا يعني يطلب مننا أن نستخدم أفا العرض هذه الجملة هي مشابه لجملة سابقة شرحتها أيضا help can't help you with your baggage أساعدك بحقائبك لكن الآن هي help your friend ساعد صديقك with his baggage بحقائبه وهذه الجملة تكون بها تغيرات فمن نكتب عبارات الأفا العرض would you like me to help you with your baggage تتغير your friend تتحول إلى you وهز baggage تتحول إلى your لأنه نحن نقدم العرض للشخص المقابل إلى الصديق would you like me to help you with your baggage or shall I help you with your baggage or I'll help you with your baggage فالتغيرات هي your friend حولناها إلى you وهز baggage حولناها إلى your baggage number 51 the military needs people to care of or maintain its equipment and vehicles يعني الجيش يحتاج إلى ناس يعتنون أو يصونون معداته ومركباته فنكتب maintain نختار maintain number 52 driving license يعني license وoffice buildings هي اختصار فعندما نفتح الاختصار تصبح buildings number 53 somebody stole my television I ويطلب من rewrite the sentence with the correct form of have لاحظ بأنه بالجملة يوجد لدينا ضمير تملك فمن ضمير تملك نشتاق الفعل فهم منطلين الفعل نشتاقين من my eye فكتبنا I بعدها نكتب have ولكن نحولها إلى had بالماضي فصير I had وننزل my television والفعل نحول إلى تصرف الثالث يصبح stolen فتصبح الجملة I had my television stolen number 54 he learned about computers in the military so I think he will be able to help me fix mine expectation يطلب مننا أن نستخدم expectation توقع فننزل الجملة كاملة إلى نزلناها بالأسفل وبعدها نحذف I think وننزل فعل بعد I think نزلنا الhe ونضع should لأنه I think مثبتة مو منفية ما بها not فإذاك نختار فإذاك نكتب should وبعدها الwhole نحذفها وننزل بقية الجملة فإنكتب be able to help me fix mine وننبا 55 see your ticket polite request يعني الطلب المؤدب يطلب مننا أن نضع عبارات للطلب المؤدب فعبارات please or could I see your ticket please or can I see your ticket please لكن الأوضة هي may I see your ticket please يعني ماكو أي تغييرات فقط نضع may I or could I or can I number 56 the leaves fell because of the wind make يطلب مننا أن نستخدم make فبما أنه توجد because of فيكون الفاعل جاهز مباشرة نضع أول شيء فإننزل the wind ببداية الجملة ولكن أول حرف capital وبعدها نكتب made نحول للماضي طبعا make حولناها فأصبحت made ننزل الإسم اللي قبل because الإسم الأول the leaves النزلة كما هو فالراجع لأصل لازم تكون مجردة فالراجع بالماضي لكن المضارع تكون لها fall فالراجع fall the wind made the leaves fall number 57 when you leave the military حينما تغادر يعني الجيش your training can help you find a criminal or civilian job تدريبك يساعدك بأن يجد وظيفة جنائية criminal or civilian وظيفة مدنية فطبعا تكون وظيفة civilian مدني number 58 my mother told me to turn down the music يطلب منا نستخدم make فشو راح نحل الجملة فقط نحذف told to ولكن البياناتين ما نحذف يعني أي كلمة بين told وال ما نحذف لكن نحذف told وال فقط ونضع بدل told made فننزل my mother والtold حذفناها وضعنا بدلها made ومي نزلناها والto حذفناها أيضا وننزل بقيت جملة turn down the music يعني فقط حذفنا told to الكلمة ووضعنا بدل told made 59 she's in sixth preparatory يعني إنها في الصف السادس الإعدادي she should or shouldn't graduate this summer يعني إنها يجب أو لا يجب أن تتخرج ذي السماء هذا الصيف إنها يجب أو لا يجب أن تتخرج هذا الصيف بما إنها في الصف السادس فإنها يجب أن تتخرج في هذا الصيف فنكتب you should number 60 هنا مرادفات unattended يعني بدون مراقبة فتكون مرادف إلها without someone looking after it يعني بدون شخص ما يعتني به empty empty يعني far there is nothing in it لا وجد شي بداخلي number 61 I mustn't or didn't be back later than 8 o'clock tonight or my parents will be angry يعني لا أحتاج أن أرجع متأخر يعني بعد الثامنة لأن والدي سوف يكون غضباني فهنا عندنا يعني تحذير أنه لا نرجع بعد الثامنة متأخري فإذا كنا نستخدم mustn't number 62 I've studied hard for the test أنا درست بجذل للاختبار so I think I'll pass ويطلب منا expectation يعني يطلب منه التوقع فنكتب الجملة ونكتب الفاعل لبعد I think I ونحذف الول ونضع should لأنه توجد I think لو كانت I don't think لو وضعنا shouldn't فنخلي should I should pass ننزل بعد الفعل اللي يكون مجرب I should pass number 63 if he's used computer before هنا عدنا توصيلات بهذه الجملة إذا هو يعني كان استخدم الكمبيوتر قبل he should know how to use كان يجب عليه أن يعرف كيف استخدم برامج الكمبيوتر number 64 you need to get a special license يعني أنت تحتاج أن تحصل على رخصة خاصة وتكون توصيل to drive a luxury لكي لكي تقود الشاحنة number 65 we mustn't forget نحن لا يجب أن ننسى to take our passport لكي نأخذ جوازنا number 66 I must get up early tomorrow أنا يجب أن هذا مبكر غدا because I don't want to be late again لأنه لا أريد أن أكون متأخر مرة ثانية number 67 I don't have to leave so soon يعني أنا لا أحتاج أن أغادر سريعا number 68 when the police got to the crime scene حينما يعني الشرطة وصلت إلى مشهد الجريم they found footprints and fingerprints يعني وجدوا طبع الأصابع والأقدام فهذه إسقاطات نتب fingerprints number 69 you shouldn't keep keys on a hook by the window لا يجب عليك أن تترك المفاتيح بعلاق بجانب الشباك number 70 you didn't take so much baggage يعني أنت لا تحتاج أن تأخذ الكثير من الأمتعة فيكون جوابها be on a weekend trip في رحلة نهاية الأسبوع number 2 هذه طبعا توصيلات you mustn't forget فيكون جوابها A to take our passport أنت لا يجب أن تنسى أو هي طبعا تكون we mustn't forget نحن لا يجب أن ننسى to take our passport بأن نأخذ جوازنا number 3 she has to wear a uniform at her new job يعني يجب عليها أن ترتدي الموحد في وظيفتها الجديدة number 71 crowded areas attract big pocket who try to steal people's wallets يعني الأماكن المزدحمة تجذب النشال النشال الذي يحاول أن يسرق محافظ الناس يعني محفظة النقود number 72 my father ask someone to fix the computer my father ومنطينا فراغ use get يطلب منا أن نستخدم get فبما أن وعدنا ask someone to فأول شيء نزل فعل my father ونحذف ask someone to ونضع بدل got نحول الفعل get للماضي فتصبح got وننزل نعكس بين الفيكس والكمبيوتر نقدم أول شيء المفعول به the computer وبعدها fix نحول إلى التصريف الثالث فتصبح fixed my father got the computer fixed number 73 we left two hours early نحن غادرنا يعني مبكرا قبل ساعتين we should or shouldn't miss the plane نحن يجب أو لا يجب أن نفقد الطائر فنحن لا يجب أن نفقد الطائر لأنه يعني ذهبنا مبكري فنكتب shouldn't number 74 give me your passport يعطيني يعني جوازك polite request يعني الطلب المؤدب فبما أنه توجد me في الجملة give me me فلذلك نستخدم العبارات الثالث could you or can you or with you could you give me your passport please can you give me your passport please would you give me your passport please number 75 at 11 15 police were called or alerted by mr smith يعني الشرطة نادت اتصلت يعني أو نبهت بواسطة يعني mr smith فطبعا نكتب alerted يعني الشرطة نبهت بواسطة mr smith أو من قبل mr smith number 76 we have to follow a lot of safety limit at work يجب أن نتبع باب حدود الأمان في العمل فنكتب limit number 77 leave keys in the flower pot يعني تترك المفاتيح في آنية الزهور give advise أعطي نصيح فبما أنه لا يجب علينا أن نضع المفاتيح في آنية الزهور فلذلك نختار you shouldn't leave keys in the flower pot you shouldn't مو نستخدم you should نتبهزين لهذه الجملة you shouldn't leave keys in the flower pot number 78 I asked someone to paint my room off white rewrite the sentence using get يطلب مننا أن نستخدم get فبما أنه عدنا ask someone to فالفعل ينزل بالبداية نزل I وبعدها نحذف ask someone to ونضع بدلها got get نحول إلى got ونعكس بين paint و my room فنكتب أول شيء مفعول به my room وبعدها paint نحول إلى التصرف الثالث فتصبح painted وننزل off white I got my room painted off white number 79 I've studied hard for the exam I should or I shouldn't fail يعني أنا درست بجد للامتحان أنا لا يجب أن أفشل أو يجب أن أفشل فطبعا لا يجب أن أفشل لأن درست بجد فنختار I shouldn't fail number 80 we left two hours early نحن يعني غادرنا مبكرا قبل ساعتين we should or shouldn't miss the plane نحن يجب أو لا يجب أن نفقد الطائرة فنحن لا يجب أن نفقد الطائرة لأن غادرنا مبكرا number 81 I can speak English and Arabic so هنا عدنا توصيلات so I should be able to talk to the most of the visitors يعني أنا أستطيع أتكلم الإنجليزي والعربية لذلك أنا يجب أن أكون قادر على التكلم مع أغلب الزوات number 82 if you are a manager إذا أنت كنت مدير you have to supervise other employees يعني أنت إذا كنت مدير يجب عليك أن تشرف على بقية الموظفين number 83 the police got a call about a robbery last night يعني الشرطة حصلت على مكالمة حول سرقة الليلة الماضية فهنا لدينا أسقطت number 84 you must send drive without your seat built on يعني أنت لا يجب عليك أن تسوق بدون حزام الأمان فنكتب drive number 85 our company needs technicians to supervise new employees يعني شركتنا بحاجة إلى فنين لكي يشرفون على بقية الموظفين الجدل number 86 a robbery occurred yesterday and available things were stolen يعني السرقة حدثت البارحة والأشياء الثمينة سرقت number 87 they should be very comfortable because it's a very nice hotel هم يجب أن يكونوا مرتاحين لأنه هو فندق جدا لطيف هذه أيضا توصيلات number 88 police officers must or mustn't prevent crimes يعني ضباط الشرطة يجب أو لا يجب أن يمنعون الجرائم فطبعا يجب أن يمنعون الجرائم فنختار must number 89 if you send the letter today إذا يعني أرسلت الرسالة اليوم you should get it by Sunday يعني أنت يجب أن تحصل عليها يوم الأحد فهنا توصيلات عندنا أيضا و90 أيضا توصيلات can verb built يعني الحزام الناقل number 91 you don't have to or must pick me up in the car I'll get the bus أنت لا عليك أن تأخذني في السيارة لأنه أنا سوف أأخذ البس فنختار don't have to number 92 somebody stole my television I had my television stole or stolen فطبعا نختار stolen number 93 my father made me go or went back to my room بما أنه توجد عندنا made الفعل اللي يجي بعدها يكون مجرد لذا نختار go ما نختار went number 94 it shouldn't take me more than 15 minutes to drive there إنها لا يجب أن تأخذ مني أكثر من 15 دقيقة لأسوق هناك because there isn't much traffic لأنه لا يوجد ازدحام كثير number 95 open the window يعني افتح الشباك أفا use shall يعني يطلب مننا أن نستخدم shall فنضع shall وبعدها i لازم الفاعل shall i open the window ونضع question mark shall i open the window number 96 could i speak to or i want to talk to Mr. Hazem الأكثر أدبا نختار could i speak to Mr. Hazem number 97 show me your passport يعني أريني جوازك polite request use code يعني يطلب مننا أن نستخدم code محددين الأدات فنستخدم could you show me your passport please could you show me your passport please number 98 she's in sixth preparatory i think she will graduate this summer يعني هي في الصف السادس العدادي أنا أعتقد بأنها سوف تتخرج هذا الصيف expectation يطلب مننا التوقع use should استخدم should فنكتب جملة كاملة إلى النقطة بعدها نحذف i think ونكتب الفاعل بعد i think she ننزلها ونضع should لأن ادنا i think فنضع should وبعدها will نحذف ها ونكتب graduate she should graduate this summer number 99 you should or shouldn't get lost we have a gps system in awaka يعني نحن لا يجب أن نتيح أو نضيع لأنه لدينا نظام تحديد المواقع في سيارتنا gps معناها global positioning system يعني نظام تحديد المواقع العالمي فنختار shouldn't نحن يجب أن لا نتيح أو لا نضيع لأن لدينا هذا النظام number 100 your car mustn't have broken lights يعني سيارتك لا يجب أن تكون فيها أضواء مكسورة number 101 you must slow down at a roundabout أنت يجب أن يعني تبطئ في الطريق الملتوى أو الممر الدائري أو الاستدارة number 102 when you ride a motorcycle you must wear a helmet يعني عندما تقود الدراجة النارية يجب enter الخوذ number one my father made me wash or washed the car بما أنه توجد made فما يجي الفعل البعض يكون مجرد نختار wash وأيضا لدينا جملة جاءت خارج القطر دور أول 2015 I thought to drive your brother to the match you shall فبما أنه ما منطينا فاعل هنا فنستخدم I فنكتب shall I drive you to the match shall I drive you to the match هل أستطيع أن أوصلك إلى المباراة وعدنا جملة جاء تمهيد 2021 سلوة has prepared herself so well for the exam I think she will get high marks expectation يطلب من التوقع يعني سلوة حضرت نفسها جيدا للمتحان لذلك هي سوف تحصل على درجات عالية فنكتب جملة كاملة إلى النقطة نحذف I think ونكتب الفاعل البعض I think نكتب she وبعدها والنحذف ونكتب بما أنه توجد I think فنكتب should وننزل get وأيضا لدينا جملة أخرى جاءت دور ثاني 2015 they trained hard I don't think they will lose the match should or shouldn't expectation يعني استخدم أما should or shouldn't فنكتب جملة كاملة إلى النقطة بعدها نحذف I don't think ونكتب الفاعل البعض they نزله ونحذف all ونضع shouldn't ليش لأنه موجود عدنا I don't think نفي فلذلك نستخدم shouldn't وننزل lose وأيضا لدينا جملة أخرى يعني الشرطة وجدت طبع الأصابع في مشهد الجريمة هم يجب أو لا يجب أن يعني يعتقلون اللص قريبا فهو يجب أن يعتقلون لأنه وجدوا طبع الأصابع فنكتب should وعدنا جملة أخرى أيضا جاءت خارج القطر الدور أول 2015 يعني الفندق فخم أنا أعتقد بأنه سوف تستمتعون بالبقاء هناك يعني يستخدم التوقع using should or shouldn't فنكتب الجملة كاملة النقطة بعدها نحذف ونكتب الفوعل البعد هي النزلة و نحذف ونكتب بدلها should لوجود I think وبعدها ننزل enjoy فتصبح الجملة you should enjoy وعدنا جملة أخرى جاءت خارج القطر دور الثاني 2015 هم وصلوا متأخرين بسبب الازدحام المروري طالب من عندنا أن نستخدم complete the sentence use made يطلبون مننا أن نستخدم made فنكتب the traffic jam وبعدها نكتب made ونكتب them ليش لأنه ننزل الاسم اللي بالبداية they نحولها إلى ضمير مفعول به فتصبح them وبعدها ننزل arrive طبعا تكون مجردة لأنه بعد made الفعل يكون مجرد وننزل late فتصبح the traffic jam made them arrive late وعدنا جملة أخرى جاءت تمهيد 2016 there is nothing in the bag لا شيء في الحقيبة it's empty إنها يعني فارغة وعدنا جملة أخرى جاء الدور أول 2020 أحيائي drivers must obey the speed limit يعني السواق أو السائقين يجب أن يطيعون حدود السرعة وأيضا جملة أخرى جاء الدور 2014 a person who steals money from your packet الشخص الذي يسرق النقود من جيبك فنسمي big packet وعدنا جملة أيضا جاء الدور أول 2020 the security guard saw the thieves يعني الحرس الأمن شاهد اللصوس because he was watching the screen لأنه كان يشاهد الشاشة فنكتب screen وأيضا لدينا بعض الإختصارات الموجودة في هذا اليونت يجب على الطلاب أن يحفظوها من الجهتين لأنه قد يجبو لكم الإختصار ويطلب منكم أن تكتبون الكلمة الممختصرة ومرات يجبو لكم الكلمة كاملة ويطلب منها الإختصار جمال خارج القطر دور ثاني 2015 يعني إختصار معنى الإختصار يعني إختصار الكمبيوتر وهذا الإختصار يكون number 13 يعني طالبين إختصار speak وهذه جاءت خارج القطر دور أول 2017 وأيضا لدينا جملة أخرى جاءت خارج القطر دور أول 2017 the informal word of property يعني الكلمة الغير رسمية للممتلكات أو الأملاك تكون staff is staff موسيقى موسيقى موسيقى